في فيديو نشرته وطلب مني الإخوة أن ينشره في قناة شون إسلامية نشرته على قناة جنة الدجال يتعلق بالمخدرات وقضية المخدرات في دولة كندا يا جماعة أصلا يوجد تقنين لبعض الأنواع المخدرات لكن المخدر الموجود في هذا الموضوع مخدر عجيب جدا من أعجب المخدرات اللي سمعت عنها هذا المخدر اللي بيتعاطاه إذا تركه ربما يموت يعني إذا واحد أدمن هذا المخدر أنا مش فاكر اسمه صراحة إذا أدمن هذا المخدر إذا توقف عنه يموت وهذا الفيديو صور في منطقة اسمها فانكوفر في كندا وهذه المنطقة أقرأ لكم تعليق أحد الإخوة على الفيديو منطقة عجيبة فيها أغنياء وفيها أثرياء وفيها حضارة وفيها أيضا على بعد دقائق معدودة مناطق للمخدرات والمشردين ومشهد والله ألولا كثرة النساء العراية لعرضت لكم شوارع هذه المدينة شوارع أشبه يعني يعني ما في أسوأ منها يعني صراحة ما في أسوأ من هذه الشوارع خلونا نسمع ونشوف وهذا عبرة وأرجو من الجميع الدخول على قناتنا في تيليجرام قناة شؤون إسلامية ونشر هذا الفيديو على شبابنا وبنتنا وأولادنا في كل مكان في الدول العربية وفي الدول الغربية لأنه إدمان المخدرات سواء كانت خطيرة أو سواء كانت أخرى هي مسألة خطيرة وتضيع الأجيال خلونا نشوف الفيديو ونعود وطبعا الفيديو مؤثر جدا ومهم جدا يعني واحد بيتحدث عن تجربته موسيقى موسيقى ما تغانبت في حياة ألعادنا في حياة؟ يهادك مجرد الهواء محيط لتشجم قلعه محيطي جديد مؤسنا محيطي جديد ومحيطي جديد أتعالي في حقا أمر على سبيل أحيث جدا والشجر ولأحاولي وإمع شعر وأحاولي أحبше أحبابي أتبعي هناك لأييه جزيزي Bibliاني ، فكرة لأييه جزيزي غ…. فينا فلا أشفر لا أحب هذا كنت تروني لا أحب أحب كنت تروني فلا أحب كنت أحب كلمة للأفضل فلا نستمر كلمة أنت تتعيد تتعيد من الإجداء تحب كромه يجب عليك وليعله لماذا؟ لأنك تشعر إلى أن تخبار الأدوى أو يفتح في الجحيم لا، لأنه دائماً لأيك تشعر إلى شيء تشعر الأشياء فلأك تشعر أمي فلأني أعلم هو حسن، وقعي، وفقًا، وفقًا، وفقًا أعلم لأني أسرع لم تشعر لأنت أصدقاء لديه والدائي ألا تتعلم لذلك هو يسرقه من الناس أن يقولون أنه يقومون بطوء أنه يخدمون هذا ، لم يقومون بطوء أليس أنني أخذ هذا ، لقد أضع وقد صدقه المطلوبة وقد أخذتنا مجرد في هذا الشيء لا تتعلم في المكان طبعا هذا الفيديو خطير جدا ومهم جدا لشبابنا وكل الشباب الموجودين خصوصا في دول الغرب حقيقة انخراط الشباب في المخدرات مسألة خطيرة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديه وهذا الكلام يا جماعة والله يعني انا هقرأ ليكم تعليق احد الاخوة على هذا الفيديو ارسله لي على تليجرام يقول لي تعليقا على مقطع الشاب الذي دمرت المخدرات حياته والله يا اخي لو ذهبت الى مدينة فانكوفر هذه لا اصبت بالرعب هذه هي المدينة الفاضلة للليبرالية كانت تعتبر من اجمل مدن العالم اليوم والله ربما ربع المدينة كلها مليء بمئات الناس الذين ينامون في الشارع ويعيشون على المخدرات روائح كريهة المشردون بالالاف كأنك في فيلم يعني رعب او فيلم يعني من الافلام هذه اللي بيجيبوها في السيئة هذه فسبحان الله يقول تخيل اخي فانكوفر يوجد فيها اغنى حي في كندا ويوجد فيها ايضا افقر حي في كندا والمسافة بينهما اصغر من مدينة نصر لو مشيت على الكورنيش لن ترى الا اثرياء العالم من اغنياء الصين والهند الذين اشتروا اغلى البنايات حتى صارت تكلفة البيوت عالية جدا جدا ثم لو مشيت فقط 15 دقيقة على الاقدام ستدخل الحي المتوحش المرعب لا ترى فيها الا المجانين العجيب ابناء البلد الكنديين هم اغلب المشردين وهم كثير منهم جنود سابقون في الجيش والاثرياء الاسيويين هم المنعمون والسبب الرأس مالية المتوحشة التي اباحت بيع المدينة للاجانب زائد المخدرات والثالثة الملعونة راية قوم لوط في كل شارع بصورة مقززة جدا لن ترى مثلها في مدينة اخرى في كندا انا زرت فينكوفر هذه وهي مدينة جميلة جدا على الاطراف من حيث خلق الله تعالى لما حولها لكن خربوها هؤلاء الشؤم موجود في كل مكان واعتقد ان قلة المسلمين فيها من اكبر اسباب ذلك والله يا اخي عندما تخرج من فينكوفر وترجع الى مدينة اخرى يكثر فيها المسلمون والمساجد كأنك رجعت الى المدينة النبوية من قوة ما تشعر به من الفرق في جرعة المنكر ارسل الي بعض المقاطع الاخرى من هذه المدينة وبالمناسبة هذا الشخص اعترف بذنبه وبمشكلته وللأسف لا يستطيع التراجع لان هذا المخدر كما قلنا الكل يخاف التراجع عنه لانه التراجع ربما يؤدي الى الموت فهل نعتبر السعيد من اعتبر بغيره ولم يكن عبرة للناس هذا الشاب اعتقد اسأل الله سبحانه تعالى ان يهديه للإسلام يعني حقيقة تكلم بكلام مهم جدا اعتبر هذا اهم فيديو للتحذير من المخدرات لا لا احتاج اني اطلع اقول خضبة الجمعة او اطلع قدي درس ولا اتكلم عن مخاطر شوف هذا المثال مثال واضح على ان المخدرات تدمر الحياة نسأل الله سبحانه تعالى العافية ونسأل الله سبحانه تعالى الهداية لهؤلاء جميعا اشتركوا في القناة